بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته where the Imam's shrine is just a few meters a hundred or so meters behind this market here this market known as the Suq of Dahwaysh where most stores around here sell books that are in Arabic from many scholars مكتبة الإمام أمير المؤمنين هذه المكتبة النادرة والأولى في محافظة النجف الأشرف أسسها العلامة الأميني كمكتب عام قصدي الأولى كمكتب عام this is one of the first copies of صحيح مسلم the first prince and you can see her صحيح مسلم اللهم صلى على محمد وآل محمد the dome of Imam Ali عليه السلام and you can see we're just a few hundred meters away but this is the old town as you might be aware this is the wilaya as they call it the old town and the city of Najaf if I'm not mistaken was just these houses the city of Najaf was just these houses around here all the way to where the shrine is behind where that building just behind the two minarets is this is where the old city was and this was only the city of Najaf so it was quite a small city and you can see even the buildings here around this area are quite old we're reaching of course the time of Maghrib inshaAllah now and it's just a few hundred meters and as we seen from the interviews from the person who was in charge of this library he mentioned that Shaykh Al-Ameeni would be crying from the minute he leaves his house from the minute he leaves his house all the way until he reaches my master and you can see As-salamu alaykh Ya'ab al-Hassan he would be crying and he would send his ziyarath he would do his ziyarath and salutations while he's crying until he reaches the shrine and this was the special connection he had with Imam Ali alayhi as-salam may Allah bless his soul and may Allah grant him the intercession of Amir al-Mu'minien alayhi as-salam هناك قصة مع العلامة الألوسي في بغداد كانت هذه سمعتها منه كأنه احتار في رواية العلامة الأميني قرأها في بعض المصادر فأراد تخريج هذه الرواية وثبت النص مالتها فكثير مما كان يسأل على مصادر لم يحصل لها هذه الرواية فحدثت له رؤية في ليلة من اللالي أنه أن جاءه الإمام أي فقال له أنت الآن تعبان وشيء دور على تلقاه في مكتبة العلامة الألوسي ببغداد هذه نحن سمعناها أنا سمعتها منها ف وبفلان مكان عند ثاني يوم شد الرحال تدري اللي كان ذاك الوقت يصل إلى بغداد ثلاثة أيام مو بيومه يوصل يتنقل من بغداد من النجف إلى الحلة من الحلة إلى المحمودية من المحمودية إلى أن يطب البغداد هكذا كان السفر هنا فسافر إلى بغداد كأنه سأل على مكان بيت الألامة الألوسية ذاكزه ووصل إلى البيت دق الباب يقول طرق الباب سمع من وراء الباب من في من الطارق قال له أقل لهم فلان الشيخ موجود أنا العلامة الأمينة على الباب يقول فسمع حركة أرجل سريعة من من الأعلى وفتحت الباب وإذا بالعلامة الألوسي على الباب فاحتضن الشيخ الأمين واحتضنه وقبله ودخله إلى أدخله إلى مكتبته كانت أكو شرفة على الشارع المكتبة فدخل على المكتبة هو هم رأسا يقول أخذ الدرج أكو درج واعتلت درج وسحب الكتاب العلامة الألوسي واقف صاف يعني سحب الكتاب فتحها قال لي اسمح لي بس أنقل هذه الرواية فنقل الرواية من ذلك المصدر فتعجب الألوسي قال له كيف عرفت وكيف عرفت إن هذا الكتاب هنا قال لي أنا ده أبحث عن مواصفات خاصة لأمير لعلي بن أبي طال وهو الذي أرشدني إله يقول فجلس يبكي العلامة الألوسي وقال هذه المكتبة كلها في يدك يا أمين خذ ما تختار منها إن شاء الله بخير السلام عليكم شوانس إن شاء الله بخير هذه المكتبة هذه المكتبة فيها المكتبة إن شاء الله بخير إن شاء الله بخير إن شاء الله بخير لأن هناك مكتبة لن يمكننا لنستطيع المكتبة لنستطيع المكتبة لكن هذه المكتبة لنستطيع المكتبة من مختلفة لذلك هناك الإنجليز ترى هنا هناك الفرنس ترى هناك هناك كل هذا هو روسيا وكذلك فرنسي وإنجليس أعتقد أنهم سعرون هذا في المجموعة بريطاني إنسيقلوباديا إنسيقلوباً وأيضاً يوجد أمامة هنا ويوجد شريطان كتابها إنسيقلوباً إنسيقلوباً وأردت وحقًا إنسيقلوباً ًا بحقًا سأل سألت جميلة ولكن إلى الانتعاب الأخير ولكن الأجوة التي يحلن عبادته و الأجوة التي يمتعطت في شها الأجوة التي سألتهم وأنت ألتهم ،رأتهم من ذهب ولكن لديه السعداء في 1349 شمسي ولكنني أفضل الثاني في المدين التعامل لديه اما حالاتشون رو اعرض نکنم اولا توی محیط خیلی مذهبی یعنی محیطی که خانواده ایشون خیلی اهل ولا بودن پدر ایشون جد ایشون نجف قولی اشعار و آثاری که از اشون رو هست حکایت از این مطلب دارد دوم این که هرچی بیشتر متعالیه میکرد به مظلومیت امیر الممنین بیشتر پرمی بود این عجیب و اساتیدی هم که پیدا کرد آقای من این حال رو داشتند مثل محروم آش محمد حسین اسفحانی این اساتید هم خیلی محصر بودند ثم این که دوستان خیلی عجیبی ایشون داشت و دوره ی تلاعی نجف بوده در اون زمان دوران تلاعی اجهت علمی و معرفتی شما هر یک از این کچه های نجف و وقتی منازم میکنید واقعا در یاد هر خانه با این که خانه ها کچید دنیا از علم و معرفت بوده نشاتی بوده من یادش بخیر با پدر بزرگ عوار سما در همین سوق الهوش اینجا آقا هر خانه می رفتید آقا بیرانی بیرونی بشن آلمان می شستن بحث و خیلی راید خیلی رواج داشته آباد بوده این شهر دوران تلاعی نجف بوده بزرگانی داشته البته از زمان شخی توسی حتی قبل از ایشون بعد در اون شخی توسی به اسطلاح توسعه پیدا کرد اما اونی که به یادمه دارم ارز میکنم مربوط به این مقتر دارم ارز میکنم دوران تلاعی تشیع بوده در اون زمان ستاره هایی در آلم علم و معرفت درخشیده ایشون مثلا با اشخاصی مشاه آشخاب و زوی تهرانی شما در همین کچه مرایزه بکنین مرحوم آشمحمد جواد بلاغی خدمت آقای خودم مرحوم اردبادی که خیلی معنوس بودن با پدرمون القدیر رو پدرمون با مرحوم اردبادی مقابله میکردن من اینا از اخوان و همشیران داشتم که صبح تا از میامدن پدرمون مقابله میکردن القدیر رو با مرحوم اردبادی خدمت شما حضب کنن و بزرگان دیگه که اینا همه طبعا تأثیر داره اما اون انگیزه اولیه اون سوزی بوده که در مظلومیت امیر المومنین این هم ایحابیه اکتصابی نیست خدا بگدلی رو لایق میدونه خدمت شما این محبت رو بهش میکنه و این عشق هم شما میدونی واقعا مثل یک کوهی از انرژیه که به این کار بزرگ رسیده میخواستم ارز بکنم که به مناسبت اگر اجازه بدین این امینی مظلومیت امیر المومنین رو در همه لحظات و وجودش داشته یعنی زندگیش وقف امیر المومنین کرد آنچه که در برابر امیر المومنین خودشو مالک چیزی ندید همه شو وقف کرد الان ملاحظه کنی تماما اون چی که داره حتی اولادشم تو وسیعت نمیشته که بورید کتاب خانه کار کنید و معلوم این سوزی که هست خلاصی میخواهم اعرض بکنم این سوز از علم نمیاد معصر هست علم اما محبت الهیه ایک دلی رو شایسته بدونه که این سوز اشرو درش بید بنا استلمت عدارتها فی عام تسعین واحد و تسعین استلمت عدارت و انا فی هاديه المکتب طفل کنت یعنی من الخمس و ستین انا اعمل فی هاديه المکتب واستلمت عدارتها بالتسعین و منذ ذلك اليوم و لحد هذا اليوم فنحن خدمون فیها و خدمون لعمیران و خدمون لعلم و خدمون لعلماء فی النجف الاشره نتمنى ان نقدم ما نقدر عليه فی هاديه المکتب بما انه اعصرنا الثمانینات و اعصرنا التسعینات فیها و اشنا بها فی عیشة ضنكة صراحة بین الاستفسارات و بین الاستدعاءات و بین كيف ان نقدم الكتاب للباحث فاتبعنا سياسة خاصة و هي سياسة جدا مهمة هم النظام المقبور كان يتبعها مع الناس يتبعها خصوصا في مع الموظفین و الجامعات يخترق الناس اتبعت هذه السياسة بالاختراق معهم فبدأت ان ازور مسئولیهم و ادعوهم الى هذا المكان لاجل ان ارفع الشبهات عن المكان بما انه نحن مطاردون و متابعون من قبل الدولة و متأثرون منها فا لكن اكفت دافع ادنا قوي داخلي منحس بي احنا چننه الا اثناء ما نخترق المكان فاتبعنا هذا الاسلوب و دعوناهم الى الزيارة رفعنا عندما يأتون المسئولين الى هذا المكان ترفع انظار الامن من عدها هي لا ترفع باكملها بل شنو تخفف الانظار لها يا ما رفعت ولكن خففت الانظار لكثرة مجيء المسئولين الى هذا المكان فهذه النقطة المهمة بهذا الاختراق قام شوية خففنا ولكن كان في وقت قبل اتباع هذا الاسلوب وهذا الاسلوب اتوى على فترة كلش قليلة يعني اما الفترة اللي عشناها بين فترة واخرى تأتي الينا لجان امنية انه هذه الكتب المفروض ان ترفع هذه الكتب ترفع ذاك الكتاب يرفع وبعض اللجان جاءت في زمن اتذكر في زمن حج يوسف الحارس دخلت الى مكتبة حج يوسف رأوا بعض الكتب خاصة بالسيد الصدر رحمة الله سيد محمد باقر الصدر وسيد محمد صادق الصدر ايضا سيد محمد محمد صادق الصدر موسوعة الغيبة رأسا اجوا وخذوهم واقتصادنا كان صفات شي هذا اخذوهم يعني عنوين بارزة ذني فشافوهم رأسا اخذوهم قالوا ذني كنا اخذهم ممنوعات شنو مبقيهم هاي زمن حج يوسف فانا من في وقتي يعني اعرف شنون تؤكل الكتف معهم عندما يأتون باسم كتاب جاءوا باسم كتاب مثلا المعجم الكبير للطبراني اجون اجوني مرة قالوا ياابا هذا ممنوع قلتوا شون مخلي قلتوا المبلي احنا مكتبة عامة احنا من من نرفع كتاب ولا نسحب كتاب نحجب الكتب عن الباحثين هذا تقول لنا ممنوع ادزونا بكتاب رسمي احنا نحجب عن الباحث اما الرفع من الرفع فهذه بما انه طوع من قبل وزارة الاوقاف العراقية قالوا لا ماكتش خب دزيت على الجماعة جابوا للكتاب وزارة الاوقاف فسكتوا عندما رأوا هذه المطبعة سكتوا انتهت فقالوا بزني ممنوعات قلت لهم اربعمائة مصدر جاءوا بقائمة اربعمائة مصدر ان ترفع من المكتب قلت لهم ما نرفعها بس احنا نحجب بالفهارس بالكذا هذا نظام وهذا نظام فيك كل الدول عندما تتبع انه يمنع كتاب فينع بالحجب وانما مبرفة هم شبه غنعوا لان مما يظهر هم اللي اجوا عدم شهادات يعني كانوا مو ماجستير بهم بهم دكتور هم بس بالأمن ففهموا هذا الموضوع لانه ما مسبقين به وقدت لهم انتم عملكم مو على المكتبات العامة على مكتبات البيع مكتبات السوق فكنا نترادد معهم في هذه الكلمات يعني والان لو اسأل يمكن ما اجيب هذا الجو لان كنا يعني نتصور انه اراجع نفسي اقول شون كنا احنا نكلمهم بهذا الكلام الصارخ لان هم ما كان بيديهم يبقى واحد ولهذا انا ارجع واقول احنا كنا محمين من قبل امير المومين نحن وعوائل مو بس احنا ولهذا كثر الاستدعاء اللي اروح بيها يعني استدعاء والاستفسارات كانت مطاول اكثر من ساعة ساعة ونص اطلع فهم كانوا يتابعون لكن يبقى الشخص متابع عندهم فعشنا في هذه الظنك والخوف ايضا كان خوف يعني انه اذا استدعيت الموظفين اهنا كلهم خطية يعيشون في رهبة تلك الليلة الى ان اصل الى البيت اتصل بيهم ترى يا با ارجعت انا يرتاح هكذا كانت الامور واذا دخل مثلا شخص وكان متابعا تنزل الطام على المكتبة تطوق المكتبة ويعني فالوضع كان مؤلم والحمد لله هذا الوقت انتهى بهم انتهى ونسأل الله ان يوفقنا ان نقدم بما هو الخير لهذه المكتبة نحن 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 في الوقت التي تجربة عمل ويجب ويجب بعض الناس التي تحاول انتظر مع ايطان جناح المخطوطات من الأجنحة الغيسية للمكتبة ويوعد أنه قلب المكتبة من أفضل المخطوطات الموجودة ومن أندرها في العراق بغم هذا الجناح حدد المخطوطات الموجودة فيها أكثر من 6,000 عنوان المخطوطات هناك أكثر من 6,000 بكاتبات هنا تتكلمون هنا وهذه المخطوطات من أفضل المخطوطات الموجودة في العراق العدو القسم والعقوة يحمل القسم رائعة من المصاحف وغير المصاحف كتبت بعضها بخط مؤلفيها وناسخيها ويأتي بالمرحلة الأولى المصحف المنسوب للإمام أمير المومنين اللي خطة سنة 40 للهجرة وثم بعد مخطوطات في القرن الثالث والرابع والخامس وهكذا من خبارات التي تكون هناك خبارات المصحف من الثالث والصالح وضع قد أيضاً من خبارات المصحف بقرآن رتن با امام عليمسوف ويعتقد أن يكون رتن في 40 عام تهجرة طبعاً هذا الجناح مو فقط يحتوي على مسلوطات أيضاً بعض النوادر جمعها الشيخ الأيميني رحمة الله عليه من هذه النوادر لوحات وقسم رسمت على سجاد كاشاني معروف بعض اللوحات التي خطت فيها فضاء أمير المنين وزغرفة بالمينة وغيرها نرى بعض من هذه النوادرات أو هذه النوادرات على سجادة كاشانية التي توجد كثيراً عاماً سترى بعض من هذه النوادرات توجد بعض النوادرات والموذيات تترى إمام علي ونرى أنها تفعلها في مطابق مع مطابقات مختلفة مع قرآن الكثير من قرآن عن إمام علي سورة نمبر 5 آية 55 أعتقد أنها هنا كل هذه الأشيخ نمبر 6 آية 5 آيام و نظر لتجاهد اما هي حولتك على أرسل أنها تجاهد للإران والتركي و الأنحن على المش Louis كانت تجاهدون هذا الناس سورة خلق بسعادة فإنما هي أردت كأنها achieved موسيقى ثم سورة وأعزام أعزام سورة سورة و خاطره هل چه دارم به زره رو ببره شما نحق کنم البته ممکنه برای دیگران آموزنده باشه اما یه خاطره رو امای من از من نقم میکرد که از پدرمون نقم میکرد امای من که برادر کوچیک پدرم بود پدرم فرزند وسط بود یعنی سه تا پدر بزرگ بنده سه تا پسر داشتن مرحوم میزا محمود عبدالحسین محمود عبدالحسین و ابراهیم خدمت شما دارد میکنن؟ برد این رو مرحوم عمومون آقای حاج ابراهیم و امینی نقم کردن ایشون هم اهل فضیلت بودن اگرچه کارشون شغلشون در بازار بود و تجارت بود اما کتابی دارن به نام آینه اینم از شواهد که در خانه اینا تربیت شدن که حتی کسی که کارش در بازار بوده باز قلم به عشق امیرون مومنی میزن کتابی داره هفت جلده به نام آینه هدایت در اثبات بلایت ایشون نقمی کردن که در زمان نوجوانی وقتی پروی پدرمون ما داشتیم جامی میخوندیم مقدماتو یک روز پدرمون از ما مسئله رو سآل کرد برادرم میزردو خسین درست نتونست جواب بده و خدمت شما ارز بکنم که پدر بزرگمون محاخذه کردن چرا درست مطلب رو تحویل نمی کرد بعد از اون پدرم رفته بود به گوشه خلوت کرده بود امومو نقمی کرد که من دنبالش رفتم پیداش بکنم سر به سرش بذارم از ناراحتی درش بیرم آقابت دیدم درزی زمینه رفتم که از اون حال درش بیرم دیدم خیلی ناراحته بلاخره بعد از چند سال اون گذشت داستان بعد از چند سال که برادرم یعنی مزردو حسین آمد نجف مشغول شد به درسان ها من یه سفر آمدم بین نجف دیدم میزردو حسین یه میزردو حسین دیگه یه آقا که حرف میزنه با علما با مرگف هر ایچ مطلب میگه مستر میده صفجرد صفحق نمیدونم حتی سطر میگه در خربت گفتم که هایتاد شما حافظه قوی نداشتید چی شد خدا بهت این حافظه رو دا به من فرمود که حاج ابراهیم یادت مادر بچه که پرده پدر درس میخوندین یک روزی بر من این اتفاق پیش آمد گفتم به گفت من اون روز از خدا خواستم که خدایا تو به من حافظه خوب بده من هم رضایت پدر و مادرمون جرب میکنه این معامله رو با خدا کردم خدا حافظه من قوی کرده خدمت شما عرض بکنم که و الان هم شما میبینید که دارم درس رو براحتی میخوند شاهدش هم این بود که تا آخر ما پدر و مادرشون بانزر میز عبدالحسین می آمدن حتو موقع بیماریشون و اینها با میز عبدالحسین محنوز بودن و راحتتر بودن ابه تو مندل منصر برانم میرفتن حالشون میخونم اعز بکنم اون عهد که با خدا کرده بود هم خدا وفا کرده هم میز عبدالحسین هم نظر شکرده هم دا روز بودن این روز بودن این روز بودن بودن هم دادت والذي بودن روز بودن هم اصلاعون دواره هاییییییییییشون و دواره شهر این هبیل فراغات ایضا يخلق من ادها الخطاط في الوحة جميلة جدا يعني ومؤطرة بالزغرف النباتية فطلا عن ذلك انه بعدين هاي الفراغات يكتبها او يكملها السور الاخيرة للمصحب ويكتب اسمه بالاخير ايضا بهذا الفراغ هذا مكتوب سنة 1269 هجرية هذا يكاتبه محمد علي الحسني هذا يكاتبه محمد علي الحسني هذا يكاتبه محمد علي الحسني نرى اخر هنا من المخطوطات العميلة هذا المصحب again another beautiful handwriting handwritten quran it's written on actual skin the skin or even sometimes they are written on uh dear skin um and again this contains the whole of the holy quran هذا يا سنة هذا أيضا حدود متين سنة again this is at least uh experts say it's at least 20 uh 200 years old one of the rare quran's again we see here again you can see small writing but the whole of the holy quran is being written and again it's again this is 200 years old so you can see how the the quran used to be kept before it was put in a book it would be written in a scroll uh for it to be preserved through generations وصراحة الآن وضعنا لها منهجا خاصا أنا وسماحت الشيخ أحمد نجل الشيخ الأميني فهذا المنهج هو إعادة بناء هذه المكتبة وإعادة علاقاتها بالخارج وبالداخل أيضا وجان والمؤسسات الثقافية وكل الأمور العلمية فأسسنا مركزا أيضا في المكتبة وثم الآن سعينا في تهيئة اللوجان العلمية ولوجان أخرى أيضا تقوم بدعم المكتبة من خارج المكتبة وهدفه الجانب العلمي والتطوير الثقافي في المحن الآن أما قد عميني بدأت أحرب لعمل أن أقلت أخرى في المدان المكتبة في المدان المكتبة بالحصول لا يوجد الأمر قد عميني بشارك من حسيني في المامل حسيني وشهاد مهم بدأت أخرى بعد از این که خیلی داستانهای جالبی هست که خواهش میکردن از خادم اون حسینیه که من تو این کتاب خانه میمونم در رو رو من به بند و برو صبح تا شب در اون حسینیه بودن این داستان بسیار معروفه اینه که عرض میکنم مطالعات شبان و روزی کردن کتاب هایی که در نجف براشون قابل دستشابی بوده مطالعه کردن حتی کتاب های خانهگی که بعضی از شخصیت ها داشتن بعضی ها دریغ میکردن نمیدادن بعضی ها استقبال میکردن که حتی در مورد این هایم داستانهایی شنیدین که خیلی عبرتنگیزه که مورد انایت امیر المومنی بوده کار این مرد که با اینکه بعضی ها کتاب کمیاب بوده اون موقع به صورت حالا رایز نبوده خواهش میکرده بند خوده که آجون این کتاب که نادره به من بده من مطالعه کنم یا میان منزلت مطالعه میکنم شخص قبول نمیکرده میرفته متوصل میشده در همه مسائلش این رو برحوم آقای حکیمی که باشون همکار بوده در کتاب خانه نقم میکرد میرفتن امینی هر موقع یک موفقیتی به دست میاود میرفت تشکر میکرد از امیر المومنی هر موقع هم با مسئله مماجه میشد میرفت از حضت طلب حل میکرد طلب کمک میکرد موساعدت میکرد محتوصل به حضت میشد که آقا جون من این کتاب رو نیاز دارم پدرشون میفته که برن کربلا این داستان خیلی جالبه ما بجه میرن کربلا یکی از دوستانشون اشون رو میبینه میگه که این موقع ها برنامه شون نبوده برن کربلا به درشون میگه آقا بی با همدیگی بریم بنزل بیبرم بنزل میگه چند تا کتاب از پدر من بوده خب این رو ببینیم همون کتابی که مورد نیازش بوده در ما ها هست ارزم به حضورتون اون موقع در محدودیت بسیار شدیدی بوده ایشون هم موضوعی که انتخاب کرده بوده نیاز داشته به مطالعات وسیع به همین جهت کتاب خانه های مختلف رو دید در عراق در ایران یعنی کتاب خانه های حتی شخصی نه کتاب کتاب خانه ها کتاب خانه مرحوم سردار کابولی علامه سردار کابولی معروف بود کتاب خانه هش بسیار کتاب خانه بزرگی بود این انجل برنابا که بعدش به انگریسی ترجمه شد و کار شده روش برناباز گاسپر این نسخه مهمترین نسخه در کتاب خانه های مرحوم سردار کابولی بوده خدمت شما ارز بکنم که مخصود همینه که دیگه شروع کرده بود به سیر کتاب خانه های مهمی در ایران بود کتاب خانه های در که من شاه هدا ایضا اطاع خارجی هو احنا The cover is actually done by the library themselves so it's not the cover was not something that was there in the beginning but what we will see inside is the actual handwritten work of Imam Ali Ali The cover is actually done by the library themselves so it's not the cover was not something that was there in the beginning المسخفة المصحف والشريف التصوير يسمى بالكوفي الذي إمام علي عليه السلام ذاته هذا الخط الذي ستلاحظه يختلف عن الخط الذي كتبه المراحل الأولى لكتابة المصحف الشريف أيام الخلفاء الذي كان يسمى بخط المكي والمدني والحجازي هذا الخط الذي نسبه إلى الإمام كان في ذاك الوقت يسمى الخط الجامد ثم كتبه الإمام في هذه الصورة علي بن أبي طالب في أحدى وأربعين سنة هجرية في بلدة المدينة هذه المعنى بلدة المدينة إذا نرى هذا يقول أن هذا هو الكتاب من علي بن أبي طالب علي بن أبي طالب في 41 سنة هجرة في مدينة كما نعلم أننا نتحدث أن الإمام علي موت 40 سنة هجرة وهذا هو في أولاً سنة هجرة ولكن هذا ما قد حدث في الماضي مثل إذا أحد أحد يقرأت سنة هجرة لا يقول أن أقرأت سنة هجرة أو أن هذا هو سنة هجرة ما سيحدث هو أن بعد أن يتحرك أحد من أجل من أجلهم يأتي ويقول أن هذا سنة هجرة من أحد أحد ومن من الأجل المدينة ما سيقرأت سنة هجرة من أجل المدينة هذا ليس أجل المدينة من أمام علي ولكن يمكن أن يكون أجل المدينة من أمام الحسن أو أحد أجلهم يقول أن هذا سنة هجرة من أبي طالب أمام علي علي من أجل الإلكترنت communicativa إن كنت ترى هذا المناصر هذا المناصر هذا المناصر نفتح الغد إن نظر من الأفضل ترى إنه حق هذا حق الإفتار هذا الحق الإفتار كانت الحق الإفتار بعدها لتحاول أن يستمر كل هذا فهل يضع على أسلحة الوصول على تحاولها لكن الحقيقة بالقرآن موجودة في هذا الشرط في المطلوب هذا الشرط في المطلوب هو الحقيقة بالقرآن طبعاً المكتبه يحدث للتحديق لتحاول أن تتكلم 100% أنه يخصي ويخصي أن يخصي ويقول أنه من قبل الأولى بعد إجره وإذا نستطيع أن نستطيع فعل ذلك، نستطيع أن نقول أنه هو عمل عمام علي طبعاً الدراسة التي نقصد به سيقولها الآن في الوقت الحاضر هي الدراسة كودكولوجية التي هو علم الكتاب المادي التي تأخذ نوع الحبر، الخاط، وهو هاتمه طبعاً، بالطبع، بالطبع، يمكن أن تفعلها بإمكانك التقليد، وإنما ترى بإمكانك التقليد، ومن ثم ترى بإمكانك التقليد، ومن ثم ترى بإمكانك التقليد، نتعرف إذا كان هذا المصور عام ونقوم بإمكانك التقليد منذ سيكون أحمق الله أحمق الله های رو در ایران بجه کتاب خانه های مهم رو مطالعه کردن به فکرشون رسید که شایسته این شهر مبارکه حضرت نبی اکرم صلوات الله و سلامه علیه و آله فرمودن انا مدينة العلم و علی و بابا ها انا مدينة الحكم و علی و بابا ها شایسته از که این شهر باقعا از جهات علمی در یک سطح بالایی باشه و همین جهت تصمیم گرفتن اولین کتاب خانه بزرگ عمومی نجف رو تحسیز کردن که همین زمینه که ملاحظی می فهموید حدود سی ست متره اما بناش حدود دو هزار متر مربعه که در خدمتون می بینید کتاب خانه رو و بخشای مختلفش رو ایشون چون خودشون با زحمات زیاد انا عذیت آزار واقعا مواجه بودن بخاطر این که دیگه محققین طلاب علمان نویسنده ها با این مشکلات مواجه نشن هممت کرد واقعا و این کتاب خانه رو تحسیز کرد برای تحییه کتاب هاش هم شروع کرد به ایران رفتن از اینجا علمه خیلی کتاب دادن خیلی محبت کردن بایشون همکاری کردن وجوه از تجار هم بایشون همکاری کردن هم در عراق هم در ایران به مناسبت کارهایی که در مورد القدیر میکرد حالا جالبه این جواب سؤال شما به موازاتش ارز کنم برای بعد از جلد یازده ها بحثی شروع میکنن جلد دوازده همش ادامه همون قدیری هاست و بحث در مورد مسئله فتاوایی که علیه شیعه داده میشود از جلد سیزده شروع میکنن به مناسبتی وارد بحثی میشن بسیار مهم به عنوان مسند المناقب و مرسله ها مسند المناقب و مرسله ها یک دائرت المعارف جامع در مورد مناغب اهلویت احلال علیه مستلاب به چه صورت؟ اولا به صورت ابجدیه، آلفابتیکه مثلا مسند ابوبکر روایتی را از ابوبکر دق میکنن در شعن امیر المومنین و اهلویت احلال علیه مستلاب که این را شخص ابوبکر از رسول راکم صلی اللہ علیه مستلاب نقل کرده بعد متن حدیثه طرق حدیث را ذکر میکنن میگن این حدیث به عنوان مثال از پنج طریق شیش طریق آمد دونه دونه رجال اون طریق را مورد بحث قردن این طور نیست فقط یه حدیث نقل کنن و مستر بدن کدوم کتاب برا همین تعبیرشون این بود این مجلدات بقیه القدیر که مخصوصا این اموسند المناقب و مرسله ها که چندین سال طول کشید برای کارش و عجل محلت نداد که تکمیلش بکنن این تعبیرشون این بود نسبت به یازده جلد ارقدیر که چاب شده مثل دانشگاه در کنار مدرسه بسیار بحثهای مستوفا داره همه جهت مفاد حدیث مفاد حدیث رو قشنگ مورد تجیز تحلیل قرار داده و سند حدیث رو برای تکمیل کارهاشون شروع کردن همین مسند المناقب و مرسله ها که دریاییست دریاییست واقعا البحر و زخاره شروع کردن به کتابخانه های خطی رو مطالعه کردن کتابخانه های خطی ترکیه سوریه هندوستان خدمت شما ارز بکنم که از بعضی از اینا تا اونجا که تونستن ماکروفیم تحییه کردن به کمک اخربی بزرگوار و مرحوم آشق محمد ازا امینی که همراه ایشون بودن توی این فعالیت هاشون خدمت شما ارز بکنن میکروفیلم ها رو تحییه کردن بعضی کتاب ها رو میکروفیلمش رو تحییه کردن بعضی کتاب ها رو تونستن کپی بردالی کردن که خدمتون در قسمت مخدوطات میریم نشون میدم بعضی هاشون هم استنساخ کردن به قلم خودشون و بعضی از همراهانشون عمده به خط خودشون بوده که بعد در سال هشتاد و نه بنده با اخربی من ها جوالزا سفری به هند رفتیم که تکمیل کردیم اون استنساخ قسمت مخدوطات هندوستان رو اسمش رو بداشتن سمرات الاسفار اما سمرات الاسفار کتاب مستقلی نیست آقای من سمرات الاسفار در واقع اگر چه در برگه هایی به صورت آچار نوشتن که خدمتون نشون میدم اما درخاشتیهش نوشتی مثلا این مسند انسه چطور ما فیش برداری میکنیم ما الان فیش برداری هامون به قطع کچیکه ایشون فیش برداریش به این صورت بوده در صفهی مینوشتن کل اسنساخی که میکردن بعد در هاشه مینوشتن این مطلب که الان اینجا هست باید برد در اون قسمت ارغادی این باید برد در مثلا مسند انس مسند رافه مسند عبی بک مسند عمر این باید برداری میکنیم 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 برداری تجانے Magic این باید برداری میکنیم بارڈات میکنیم منelles برداری میکنیم واستkelijk ریز لیولان 16 پورو سنتم جوان و تَخ سهی میکنیم سول seront او کتاب remember به الشيخ الأميني إذا أردت هنا أبدالله بن مسعود عن النبي هذا هو حديثه هذا هو الشيخ الأميني الشيخ الأميني وقد عملت كل حياته من أجل إلى أخرى ليس فقط لتجربة ولكن في بعض هذه حديثه يجب أن يجب أن يجب المصدر وما نقول له يجب أن يجب월 لهجب ومن تجربة لأك place يجب أن تجربة لذلك لم يبعد لهاء ما هذا هو لصباح ولكن هذا هو الشيخ الأميني والعلمات الأميني بوائد متأكد أخذ نفسه من الوقت الأسفار لم يكن أخذ بذلك سامرات الأسفار تذكره المترجم للقناة 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 فكرة عاد الكتاب عن الباحث احنا ما نأيدها هذا لأن الكتاب غير ما هو في الانترنت اكثر الاحيان ما نزل في الانترنت من مكتبات من كتب بعضها اللي نزلت مرتبة خصوصا هاي المكتبات الرغمية الان اللي تنزل منفدة اذا على شكل بيها كثير من الاخطاء والباحث يتابع الصح لا يتابع الخطأ فبعض الاحيان يقع الباحث بالخطأ عندما ينقل من الانترنت وصارت هاي كثيرة عندنا في الرسائل الجامعية كثير هذه بعض الباحثين ما يراجع بعد ياخذ من الانترنت ويثبت المصدر ما يراجع المصدر وهذا الخطأ اللي موجود الآن طبعا مكتبة الامام امير المؤمنين وضعت خطة جديدة لأن تهيئ المكتب الرغمية فبدأنا الآن على العمل عليها وان شاء الله في وقت قريب أن ننتج فالشيء من المكتبة اللي يعني المكتبة تدرون قريبا مية وخمسين الف عنوان يعني بين مطبوع ومخطوط ودوريات ووثائق هذه من ثلاث تنزل تنزل يعني يردلها فترة فإحنا بدأنا أن هيئنا لجان داخلية تساعدنا في سحب المكتبات اللي نزلت على أقراص يعني المكتبات مثل مكتبة أهل البيت والمكتبة الحديث ومكتبة الرجال وكثير ذني من المكتبات الآن ننتابعها مع ما هو موجود عندنا فبإمكاننا أن نسهل العمل نسحب هذه ونتابع اللي عندنا وننزل اللي ما موجود بهذه الأقراص ننزلها أيضا من عندنا على شكل تنضيد وليس صورة طبعا هي بيها هواية هذه أمور إذا نزلت صورة ما يصير بيها بحث يا المشكلة الآن إذا نزلت صورة الباحث ما يقدر يبحث بيها لأن تطلع صورة ما يطلع للحديث اللي يريده أو النص اللي يريده وإذا تريد تنزلها تنظيل تأخذ مجال هواية وسعر في الوقت فإحنا بدأنا أن نراوس بين هاي و هاي لأجل أن مو نسبق الوقت لا نساير الوقت فهذه موجودة عندنا الفكرة وأن نساعين بها ثم أيضا التطوير اللي موجود في العالم أيضا في إحياء المخطوطات القديمة وهذه كيفية إحياءها بإنشاء مراكز ترميم لهذه المخطوطات وتسمى بالمستشفيات يعني مشفى المخطوطات فأيضا عملنا مشفى للمخطوطات في المكتبة قريبا وبدأنا بتجهيزه حاليا قعنا نسعو في التجهيز لهذا المشفى لأن أكملنا بناءه وأكملنا عماله فهذا أيضا من الأمور التطويرية في العالم يعني وأيضا إن شاء الله العاملين يعني عدهم بعض الخبرة واللي ما عنده خبرة رح يدخل دورة وعدنا دورات قريبة في هذا المشفى يعني في شهر الخامس واحد خمسة عدنا دورة أقيمت من قبل يونسكو رح تقام عدنا خمسة عشر يوم وراها يعني خلال هذه السنة منظمة اليونسكو متفقين وياها في إقامة ثلاث دورات فإن شاء الله خلال هذه السنة أنقيمها وهذه هي فالتوجه إحدى التوجهات الحديثة أو العلمية اللي تواكب العصر اللي تواكب اللي تواكب اللي تواكب الغدير بسم الله الرحمن الرحيم المصر آربية بمثال رحمن الرحيم من الكثير من مؤمنين المقدة الإمام أمير المؤمنين هذه المكتبة النادرة والأولى في محافظة النجف الأشرف أسسها العلام الأميني كمكتبة عامة قصدي الأولى كمكتبة عامة هذه هي واحدة الأولى من صحيح مسلم أولاً 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 كما ترونها صحيح مسلم